صباح خير مرة أخرى سي العجمي صباح خير مرة أخرى سي جوهر صباح خير نحكيه في الاختحام تعصفارة الأمريكية السؤال لكم الزوز سؤال واضح فيلم أمريكاني تعدى في أمريكا وقع بثه في أمريكا شنية مدخل تونس في شيء اللي صاره وشنية اللي خلّه معتها اللي يصير اللي صار بسم الله الرحمن الرحيم نبدأنا بعدين نكسي جوهر تفضل اللي صار ما صارش كان في تونس صار في تونس صار في مصر صار في باكستان صار في اليمن صار في ليبيا ويمكن يصير في أمكان أخر بالتالي هذه ردد فاعل ردد فاعل مشروعة غير مشروعة عنها مفهومة في تقديري بعض الأشياء اللي حصلت لا يمكن تبريرها يمكن تفسيرها ولكن لا يمكن تبريرها بمعنى أنها غير مقبول لكن اللي اللي صار نحن اليوم العالم كله قرية صغيرة لا يمكن أن يحصل حدث ما تسمعش به الناس أو أنه ما يأثرش فنحن نؤثر ونتأثر ونحن في مرحلة انتقالية معلومة لدى الجميع صار فيها الفضاء العمومي مفتوح للجميع وصار فيها بالأمكان التعبير عن الرأي وبالأمكان الاحتجاج معناها بضمان أهداف الثورة وبضمان سلطات العمومية نفسها وبضمان التنظيم المؤقت لهذه الأصلة وبالتالي معناها كنوع من التعبير عن الرأي مفهوم ومقبول ومنطقي ومسموح به وينبغي أن يحفظ هذا الحق معناها قلت باسم الثورة لكن سمحني سلعاجمي التعبير عن الرأي ما يكونش بالعنف بالطريقة اللي صارت طبعا ما زلت مكملتش حديثي مغلشك يعني الاحتجاج ما يكونش حقا اللي يحصل معناها حوالي يعني في محيط الصفارة الأمريكية وحتى داخل أسوار الصفارة أو داخل المدرسة التابعة للصفارة هو محرج للحكومة ومحرج للترويكا ومحرج لشعب للمجتمع السياسي والمجتمع المدني ومحرج للتونسيين وبالتالي لا أعتقد بأنه سياسيا واحدا ينتمي للأغلبية وينتمي للمعارضة موجود داخل المجلس التأسيسي وخارج المجلس التأسيسي معناها منظم غير منظم معناها منتمي أو مستقل لا أعتقد بأنه سياسيا واحدا أو مثقفا واحدا في تونس يقبل أن يتم الاعتداء على الممتلكات أو اقتحام معناها مؤسسات ومباني هي تحت سيادة دولة صديقة ومعناها القانون الدولي وقانون التونسي والالتزامات من تعدد دولة تفرض علينا جميعا أن نوفر لها الحماية والأمن وأحنا معناها مسؤولين معناها على حماية الهيئات الدبلوماسية العاملة في بلادنا وعلى تسهيل العمل المتاح طالما أنه في إطار القانون وفي إطار معناها ضوابط معناها وتقاليد العلاقات بين الدول إذن ما حصل من تعبير على الرأي مقبول ما تجاوز ذلك من حرق أو تكسير أو نهب حتى التهديد هذا هذا كله غير غير مقبول معناها ولا أعتقد بأن هناك خلافا بين التونسيين حول هذا سمعني سيل عاجم بشنا نحب نشوفه زاد الأفكار وكل بشنا نشوف فكري سي جوهر في نفس الإطار ونعود نرجع لك أي بطبيعة الحال وفقط نأكد أن مخالفة القانون يعاقب عليها القانون معناها لا ينبغى أن يفكر أحد بأنه فوق القانون وأنه سيفلت من معناها التابعة القانونية لفعل من الأفعال قام به وجرمه القانون سي جوهر في نفس الإطار في نفس الإطار أنا متفق تماما مع سيل عاجمي وكلام جيد ومعقول طبيعة الحال مسؤول ملاحظة أولا هو أنه فيلم رديء سيء مقرف ومقزز بكل معايير وبشهادة الجميع اعتداء على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم غير مقبول واعتداء على كل مسلم وعلى كل إنسان محب للإنسانية ومحب للسلام ومحب للخير للبشرية هذه لا جدلة فيه ولا نقاش فيه ملاحظة ثانية التظاهر والتعبير عن الرأي والتنديد بما تم مثلا مشروعة وإحنا بعد الثورة هذا مكسب أساسي من مكسب الثورة أن الجميع في تونس يستطيع أن يعبر عن رأيه ويجب أن توفر الدولة والأمن لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه في هذا الاتجاه أو في ذلك هذا هي النقاشة فيها أيضا المسألة الثالثة فيلم ردي ومقرف يؤدي إلى وفاة تونسيين وجرح تونسيين أمر أيضا غير مقبول ولابد أنه يعني المسألة هذه نعطيهها الحجم المتاحة لأنه الروح التونسية مهما كانت اليوم بعد الثورة صحيحنا عايشنا في وقت الاستبداد وين البشر والإنسان والروح التونسية ما عنداش قيمة اليوم التونسي كنس رجع قيمتها شخص فرد الروح التونسية كنس لما يموت ولا يتجرح هي خسارة للبلاد وخسارة لكل تونسي ونحسوها لكل في قلوبنا هذا على مستوى المباد اللي صار قدام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر غير مقبول أيضا لأنه تجاوز التعبير عن الرأي وتجاوز التنديد وصار فيه اعتداء على ممتلكات ممتلكات تحت حماية الدولة التونسية ونحن نعرف حتى في الإسلام لما تكون دولة تحمي دولة أخرى دولة إسلامية لما تحمي دولة فهذه مسؤوليتنا الكل أن نوفر الحماية لناس مضيفين عنا في تونس ونحن عنا معهم علاقات دبلوماسية وهذه ما فيه شي نقاش اليقاف فيه تجاوز كبير للمواحدات دولية للقانون الدولي وينجم يرتب وكانينجم يرتب آثار كبيرة على مستوى العلاقات الدولية على مستوى علاقاتنا بدول العالم على مستوى علاقاتنا بشراكنة الاقتصاديين والتجاريين وهذا ما الحبوه شي يصير في تونس لأن الوضع الاقتصادي التونسي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي في المرحلة الانتقالية هذه وضعها هش وما يتحملش أزمات منها وحدة لو لا سمح الله وقعت كارثة أكبر من هذا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كانت نجم يموت السفير كانت نجم يموت سفير كانت نجم يموت أمريكين هل نقبل أحنا على تونس أنه كموقع في ليبيا المارينز يهبتوا على تراب التونسي لأنه سفير أمريكا تم حرقه أو تشهيره بجثته هذا أمر ما نقبلهش في تونس المسألة الرابعة ملاحظة الرابعة هو حول كيفاش صارت العملية وعليش وصلنا إلى هذه الدرجة من العلف وكيف تتمكن بعض الشباب سمحني يا زيوهر أذي موضوع بش نرجعولهم بعد جزء نحب نسأل سؤال آخر موضوع كيفاش وصله وحكاية الأمن بش نرجعوله لكن الشي اللي صار في سفارة الأمريكية فما ناس قالوا حاجة تلقى أي وفما ناس قالوا حاجة منظمة ولي قالوا حاجة منظمة في الأدلة متيحهم يقول لك يتعادى فيلم بيرسي بوليس في تونس اللي هو فيلم زادة تم فيه الاعتداء على المسلمين حتى واحد ممشى لسفارة الإيرانية بالظاهر وكسر علش كي صار فيلم في نفس الإطار فيلم أمريكاني صارت مظاهرة في السفارة الأمريكانية هو في الحقيقة السؤال موجه لكم الزوء في الحقيقة إلى حد الآن معلومات مش واضحة يبدو أن الفيلم مهوش فيلم يبدو أن الفيلم هو خطبي مصري هو ربما يطوى يروج أنه هو سيمتارودي تعاملت على إنسان تصورت على مصر القديمة وتم تركيب صوت على الشريط صوت بسيناريو جديد ويبدو أنه ما فيش إنتاج ما فيماش منتج وما فيماش مع أمريكا ما عند حتى علاقة بالفيلم هذية ثم سؤال المحير فيلم هذية عنده أشهر موجود على شبكة الأنترنت يبدو أنه ما تعرضش في القاعات ما هو شي فيلم هو معناه سيم بارودي ما تعرضش في القاعات ما تعرضش في قاعات سينما إلى سيركولي على سيولي ريزو سوشيو على شبكات الأنترنت ثم ما فيم حتى ردة فعل لماذا الآن هذه الردة ما الذي حدث في الأشهر هذية وفي الأسبوع هذية وفي الأيام الفارتة يبرر التصعيد هذية هذا هو السؤال الحقيقي ثم على مستوى التنظيم أنا أعتقد أنه فيم الجانب العفوي وجانب ردة الفعلة العفوية لناس غيرين على دينهم وعلى رسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع إنما مع هذه المجموعات هناك عمل منظم هناك من شهود عيان ناس شافت كاميروات صورت أنه ناس جابت يعني سلالم كمين كمين معبيا في السلالم فما دي كوكتيل مولوتوف يتحذروا في سيارات موجودة على هامش يعني بعيدة شوية على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يتحذروا في المولوتوف يتحذروا المولوتوف ويستعملوه يعني فما جانب منظم وهذا هو اللي لابد أن ننتبه إليه مش كونه وراء التنظيم ماذا وقتش تم التنظيم مو معليش ننتظر في إجابات من قوى الأمن ومن وزارة الداخلية أنها تعطينا إجابات حقيقية على الأسل هذه مش نغامر أنا ونقول لك شكون سلعجم تؤفق نفس الرأي أنا سعب النسبة للمقارنة بين برسيب فوليس وبين الفيلم هذا في تقدير المقارنة لا تجوز وأن الناس ما مشوش الظاهر أم السفر الإيرانية لأنه هو برسيب فوليس لا علاقة لإيران بالفيلم بل هو فيلم ينتقد هو فيلم ينتقد الجمهورية الإسلامية في إيران لا داعي الناس يمشيوا يحتاجوا ينتج إيران لأنما الناس يحتاجوا على الجهة التي بثت الفيلم وفي توقيت معين كذلك معناه في سياق ملتبس الفيلم الحالي كاتفاق على أن فيه إساء إساء للرسول الله صلى الله عليه وسلم إساء للثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية في النهاية اللي هي مليار ونص مليار معناها من سكان المعمورة معناها لا يمكن لهؤلاء أنه يقبلوا اليوم أنه تقدم عنهم صورة معناها تشوههم أو تشوه نبيهم عليه الصلاة والسلام ففي الجانب هذا وهذا مرفوض في حق كل الأنبياء ومرفوض في حق كل الديانات بل مرفوض حتى في حق معناها معتقدات أخرى ليست من الديانات السماوية القرآن يقول معناها بعد أعوذ بالمستر رجيم معناها ولا تسبوا الذين يدعونوا من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هو ينهان على أن نسب معناها الآلهة أو معناها معبودات شعوب أخرى حتى كان تبدأ وثنية أو غيرها لأن السب يجر السب والشتم يجر يمكن أن يجر للشتم فالاعتداء على المقدسات وأنا في الإطارة ذا نذكر ثم نقاش موجود بلادنا حول تجريم معناها الإساءة للمقدسات أو تسعر الضرورة معناها منع معناها الاعتداء على المقدسات اليوم هذا شيء أصبح على مستوى دولي بنكيمون البارح تكلم على شيء من نوع هذا معناها نحن رئيس حركتنا الشخراج تحدث عن هذا الموضوع كذلك على أن هذه مسؤولية المجموعة الدولية على أنها اليوم تحمي مقدسات الشعوب نحن نشوف اليونسكو تتكلم على الثقافات والخصصية الثقافية والهوية الثقافية للشعوب وذورة حماية أحنا اليوم نحب نحميه التراث الإنسانية اليوم في الأخر هو تراث هذه الثقافة أو تلك الثقافة من معالم أثرية ومن معناها تراث رمزي معناها غير مادي أو مادي يعني كيف يمكن يوم أن نحميه باعتباره إرث البشرية كله فالديانات هي معناها ملك للبشرية وملك لمن يعتنقها وليس من حق أن كان باسم حرية التعبير أنه معناها يستسهل معناها بث الكراهية والعداء والعنصرية والاستهزاء والسخرية من رموز معناها ثقافة أخرى أو من أنبياء معناها اللي أحنا قلت في ثقافتنا على الأقل وفي عاقدتنا نرفض أن يتم المس من أي واحد منهم باعتبارنا نؤمن بهم يعني جميعا كمبعوثين معناها كرسل المبعوثين من الله سبحانه وتعالى سلعاج ميت لن يجبت نقطة مهمة برشا لي حرية التعبير وين تقف حرية التعبير ربما نكمل من يقف وراء ما حدث هو على كل حال أنا متأكد تمت احتياطات أمنية لكنها لأنه التقدير الأمني والتقدير السياسي أيضا كان معناها بمستوى ما حدث من تحدي في بعض أوكان أقل من ذلك معناها ظاهر أنه قوات الأمن رغم ما بذلتهم من جهود لم تنجح في احتواء التدفقات البشرية ليفاق التوقعات والأرقام تقول بين اللي يقول ثم العدد لا يقل عن ثلاث للي يقول أن العدد بلغ معناها حتى أكثر من 15 ألف معناها محتج ومعناها يعني في محيط السفارة الأمريكية بمدل أنه هذا كان يستوي معناها يتطلب كذلك الألاف من أعوان الأمن بكي يقوموا بحماية السفارة من كافة معناها أركانها وكافة جوانات وواجد المحتجون بعض الثغرات التي معناها اخترقوا من خلالها وأنا متأقن بأن هناك من له النية نية الاعتداء منذ البداية وهناك من أتافقت للتعبير عن الرأي والغالبية الغالبية الغالبية معناها رغم لي ربما بشي نكون ونحن نعرف وليه في مجتمعنا اليوم ما نحب ونكره وخاصة عند الشباب هناك عدالة أمريكا أحنا محناشي يعني عنتي أمريكان هكا بطريقة بدائية أما السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالقضايا العربية وما يتعلق بقضية فلسطين وما يتعلق بالانحياز للكيان الصيوني معناها يوضف له هذا هذا الموقف تحملت أمريكا رغم أن أمريكا ليست مسؤولة عن الشريط شيخ القرضاوي قال أمريكا ليست مسؤولة عن الشريط لك ردت الفعل هي ردت الفعل ولو سببها المباشر هو الشريط فإن أيضا تضمنت ردت الفعل على السياسة الأمريكية لابد أن يفقه الأمريكان أن يعود جيدا بأن هناك عداء وهذا العداء لم يأتي من فراغ سمحني سمحني السياسة متاعا سمحني تخلنا بعدنا شوي عن موضوع أنا أحب أن أقول بأن هناك من أتى وله نية الاعتداء وربما وجد قوات الأمن صعوبة في أن تفرز تقوم بفرز من أتى للاحتجاج ومجرد الاحتجاج بالطرق السلمية وفتار القانون ومن أتى لاستهداف ما يتصور العجم ويرمو سمحني حتى شيء آخر هو مثلا أن يصير عملية نهب سمحني سي العجم بمعنى ممتلكات هذا ليه ممكن يسير عجم سي العجم سمحني نحكيه على الكوتين متاع الأمن الأمن شفنا قبل بنهار من اللي صار في سفارة أمريكا في تونس شفنا اللي صار في سفارة أمريكا في ليبيا وشفنا الدعوات على الفيسبوك للتظاهر قدام السفارة الأمريكية مثلا الأمن كان في بيلو ونعرف اللي النهار نهار جمعة وبعد سلاة الجمعة ومظاهرات سلافية مباعت سلاة الجمعة معروفة الاتجاه متاعها البوليسية ما تشوفش اللي كان كنا نجمه نخجب أخف الأذرار المظاهرة من بعدها شوية على سفارة نعمل كورتاج متاع أمن على سفارة الأمريكية خطر نرجع لكلمك جاهر وكلمك أنت زادة اللي سفارة الأمريكية تحت حماية سلطة تونسية مداما في تونس ما كناش النجم الأمن من يخو إجراءات خطر نقوا زوزباجات نتعبو لي سي قدام السفارة سمحني سيل عاشمي نقوا زوزباجات بارك نتعبو لي سي قدام السفارة من بعد سلطة تجمع لأملون فهم كان زوزباجات نحن كنا موجودين على عين مكة يكون في معناها الصباح المبكر كانوا زوزباجات أما أثناء بعد يعني كي خاضر هناك تحضر أمني وبالأشكال المختلفة لكن تعزيزات ما كانوش في المستوي بالكلاب ولا بالخال فادر سيجاه شوف أبش خل نتخبر عاشم بشنا حوار ما تجنيس كل تتكلم التقدير من ناحية أنه هناك احتياطات أمنية كافية أم غير كافية احتياطات أمنية موجودة في مكان يقدم السفارة يقدره الأمنيون معناها والثغرات التي موجودة يقدرها الأمنيون ويحتاطون منها للمستقبل أنا نقول هو سقوط ضحايا في هذه الأحداث يدل على أن المعالجة الأمنية معناها وصل فيها الأمر إلى حد إطلاق الرصاص على فرض أن الرصاص أتى من الجهة الأمنية أو من جهة أخرى ربما أرادت احتواء هذه التدفقات البشرية هو يدل على حجم الاتحاد فإذا فيه معناها تقصير أو سوء تقدير للموقف يقدروه الأمنين أما بالنسبة لي مدام الأمر يصل إلى أن فيه جرحة وفيه قتلة هذه يدل على حجم معناها التحدي وليمر أمام السفارة معناها في المساء وحتى معناها يعني مع المغرب بعد ما انتهت الأحداث أو رأحت معناها الغاز معناها 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 إنسان يجتم حتى من داخل السيارة ولما تشوف في طريق السيارة أمام السفارة الأغلفة متع القنابل المسيرة للدموع القنابل الغازية تملأ الشارع يدل حجم ما أطلق من معناها قنابل المسيرة للدموع من أجل تفريق تفريق المظاهرين وإقناعهم بضرورة معناها الأنسحاب فكان فيه ضغط كبير ما في ذلك شك معناها وفي تقديري أن لحظة نفسها لحظة وجود الناس غديك صار فيها تفاعل أنا مش أقول لكم حاجر معناها ندخل في تفاصيل في شارع خير الدين وأمام نزل الباشا معناها كان ثم أعلام مرفوعة فوق النزل وثم شباب أربع أنفار لا يتشار شافوا الأعلام فرفعوا شعارات وذي بخرجت الناس من المقاهي والتفت بهم واضطر العون معناها أحد أعوان النزل باش نحي العلم من أجل أنه معناها ما تسيرش من الخوف فيمكن لعدد قليل أنه الآن في وضعنا الذي نعيش فيه يستنفروا معناها الأعداد الكثيرة فما بالك هذا أنه ثم أحزاب دعت إلى الاحتجاج نددت بما حدث ودعت إلى الاحتجاج معناها قبل يوم أو يومين ثم سحبت الدعوة معناها للتضاع وليست من من الاتلاف الحاكم فهمي ليست من الاتلاف الحاكم بما يدول أن هناك معناها الرفض الرفض للإساءة للمقدسات الإسلامية أو الإساءة للرسول والسلام هي حاجة مشتركة بين الجميع سيد جاوردالي عندي فكرة أخرى أنت لا عندي برشي فكرة الملاحظة الأولى حاب نقول أنه التوانسة كما حسين على مشاعرهم الدينية ومشاعرهم حسين زاد على بلدهم ونحب نقول أنا إلى ما تامش نبدأه وهكاية يقول القائل اللي احنا نقولها نرقصه على الطاربوفيلس واحد نكرة الله أعلم منين يخرج يعني شريط الله أعلم كيفاش يقيم البلاد ويقاعدها ويموتوا أرواح تتحرق مدرسة موتوا توانسة هذا هي مثلة في العبدالية صارت بلاد قامت وقاعدت وتحرقت محاكم إلى آخره على فضيحها لأن الحكاية ما يش موجودة أصلا على تصور غير موجودة أصلا ومعروضة في السينيغال هذا هي تسمى رقص على الطاربوفيلس يعني هذا هي مش معقول لأنه توانسة ولو خايفين على بلادهم أن فما عنف قاعد يستشري والدولة والأجهزة الأمنية تحاول أن تتعاطى معاه ولكن إلى حد الآن بعيدة كل البعد عن التعاطي يعني المطلوب ثم تعاطي السفارة الأمريكية والإيسار أنا جايك أنا جايك اللي صار هو أنه بعد تفجير سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي كان واضح أنه قادمين على تصعيد كان واضح تصعيد هدايا لحقوا مباشرة بعد ليبيا مصر وقعوا هجوم قبل يوم الجمعة على السفارة الأمريكية في مصر فمع عملية التسخين ظاهرة على شبكات الأنترنت في المساجد في الخطب إلى آخره ووقعت نهار الجمعة في صلاة الجمعة عملية أيضا شحن وتجيش من أجل ذهب إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والاحتجاج أمام قوات الأمن كانت قادرة وعارف ماذا سيحدث يعني عندها مؤشرات حقيقية وواضحة أنه مش تحدث حاجة كبيرة في قدام سفارة أمريكا سفارة أمريكا ما تتجوزش زوز كيلومتر مربع ومقابلتها بالضبط أنفاس أكبر ثكنة للحرص الوطني ثكنة العوين قاعدة عسكرية كاملة في العوين أنه المؤسسة الأمنية التونسية العريقة الجمهورية نحبو نبنيها غير قادرة على تأمين زوز كيلومتر مربع أمام تهديدات واضحة وجلية من زمان نطرح السؤال وأطلب إجابة وأطلب إجابة من قوات الأمن من وزارة الداخلية هل أن الجيش التونسي قوات الحرص الوطني قوات تدخل السريع كلها والقوات الخاصة غير قادرة في تونس اليوم أنها تأمين زوز كيلومتر مربع ولا قادرة جاوبنا على هذا إذا كان مش قادرة فها خيبة المسعى يعني بعدها السنوات الكل والإنفاق الكل والاستثمار يحطوه التوانسة من فلوسهم من كاتبهم في قوى الأمن باش نبني بلاد فيها أمن حقيقي وجمهوري أنها غير قادرة أنها تأمين زوز كيلومتر مربع متع صفارة متع دولة أجنبية تحت حماية الدولة التونسية فهذا أكبر دولة أكبر دليل على هذا جين إنفضت المسألة نسر وحتل أرواح لأنه عندها القدرة وتعرف كيفاش تأمن منطقة والمنطقة ما يشاشع ما يشاش نحكيوش على على بلاد أحنا ولا على المعتمدية ولا نحكيوش على منطقة جغرافية محدودة وفيها صور يعني سهل جدا تأمينها من الناحية الأمنية وأي شخص أمني يقولك أنه سهل جدا تأمينها لو كانت فما إيرادة أو حسن تقدير للموقف إن لم تكن هناك إيرادة فيا خيبة المسح وإن كانت هناك إيرادة وعجز فطعم العظمى يعني هناك تحقيق أعتقد جدي ورسمي لابد أن يتم يعني إنجازه والشعب التونسي ينتظر إجابات حول ما حدث ولماذا حدث بهذه الطريقة ما هي إمكانيات قواء الأمن الداخلي وما هي قدرات قواء الأمن الداخلي على تأمين مناطق على تأمين مدن على تأمين إذا كان من الجموش نطمانه على زوز كيلومات المربع فربما لابد أن نراجع لمسألة الأمنية الكل في تونس وأن نراجع الملف الأمني وقدرات القوات الأمنية بشكل جدي هذه ملاحظة فهما مسألة أخرى لا تتعداش يعني أن المزج بين هذا وجرنا إلى حديث سلعجمي على مسألة حماية المقدسات وتجريم الاعتداء على المقدسات في الدستور وفي الحريات هذه زوز مسائل من فصلة الواحدة عن الأخر أولا لأنه حتى كان جاء عنا قانون أو دستورنا يجرم الاعتداء على المقدسات ماذا كان سيغير في واقع الأمر من الحادثة لوقع شيء لأن المسألة خارج تونس لا علاقة لها بالقانون التونسي المسألة المهمة واللي عندها علاقة بالقانون التونسي أن المسيرة أو التظاهر اللي وقع كان غير مرخص فيه من طرف وزارة الداخلية أيضا كان من المفروض أنه لا يتم حتى السماح بقيام هذه المظاهرة نحن نعرف أن قوات الأمن وقوات الداخلية لما أطراف أخرى تنظم مسيرات غير مرخص فيها بكرين نحكي على 9 أفريل كان الاعتداء يعني صارخ على ناس قالوا لا بشكل سلمي يعني تظاهروا بشكل سلمي أو 9 أفريل أو غيره وكان فم اعتداء ومنع على أساس قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر في شارة لحبيب بورقيبة أو على أساس أنه المظاهرة غير مرخص فيها يعني مظاهرة غير مرخص فيها معلومات موجودة لدى قوات الأمن منذ أيام على وجود تجييش في الاتجاه هذا معطيات خارج تونس في مصر وفي ليبيا تبين أن هناك تصعيد ودعوة للتصعيد ولا تتمكن قوات الأمن يعني ريناها البارح في حالة إرباك سيجوهر شخونت لوم أنت سمحني سيجوهر لحظة أنا لوم حسيتك كأنك تقول اللي فما تواطئ مع جهات معينة مع أنت ولينا سمحوني في الكلمة بلغة الدرجة مسايبين لهم شوية اللعب وأطراف أخرى وقت معطي الأمن وقل حاب يساكر يساكر وقل حاب يسايا باش ما ندخلش في اتهام واتهام متبادل إلى خيره نقول حاجة أنه لما أرادت قوات الأمن وربط القرار بإيقاف الشغب توقف الشغب معطي المشكلة متأمن من اللي يعطي في الأوامر لكن لما وقته توقف الشغب بعد ما حدث للي حدث أسوف في كل حال وسيزاور اسأله جاوب في نفس الوقت معناها لا أحد يتصور بأن على مستوى الحكومة وعلى مستوى وزارة الداخلية أنه هناك إمكانية تخيل معناها التساول فيما يتعلق بأمن صفارة أي دولة معناها في تونس هذا هي أمر مفرغ منه فما بالك بدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعني ولهذا يعني ينبغي أن نستبعد تماما أي فرضية في أنه هناك معناها تساهل في هذا الجانب قلت التقدير الأمني يقدره الأمنيين وغير الأمنيين حتى معناها ويمكن الموضوع أن يكون محل ربما نقاش داخل المجلس التأسيسي وتراجع سياسات إذا كان فيه سياسات معناها خاطئة والحكومة ستقدم الحساب وهذا من واجبها والمجلس أيضا يمكن أن يسائلها وهذا أيضا من حقه لأنه معناها يتسائل أنا أقول ماذا كان يمكن أن تكون حجم الخسائر وماذا كان يمكن أن تكون النتائج لو لا وجود قوات الأمن ولولا تدخل أمني وأنا ذكرت معناها منذ قليل قلت اللي يمشي ويعاين بالعين المجردة يشوف معناها حتى حجم ما تم إطلاقه من سمحني لازمني يقص عليك في الحكاية ذات لازم نقوله كان مجيش فما تدخل أمني خطر تدخل أمني قلت أنك نتصوره وكان مجيش أن يخل أمني عشي في دارج عشي في غابة الأمن حاجة موجودة تنقلك أين يكمل الأشكال أنت اليوم حتى في بلدان معناها لها تقاليد عريقة في الديمقراطية ودول مؤسسات وقانون ومؤسسة الأمنية عندها قدرة كبيرة في التحسب والتحوط والتوقي وأيضا حتى التدارك عندما يكون الأمر دقيق بمعناها تحريك الاحتياط أو القيام بتعزيزات أو ما إلى ذلك ورغم ذلك تحصل الاختراقات وتحصل منها الأضرار نرى في روما احتجاجات معناها شبابية واحتجاجات معناها اجتماعية معناها أشعلت العاصمة الإيطالية شفنا أشياء في لونان شفنا أشياء حتى حتى في أمريكا ونراها في محيط البيت الأبيض ونراها يعني هذا هذا كله سهل رأي صعيب أنك تأمن مدينة كما مدينة روما في احتجاجات اجتماعية صحيحة أما نحكي على منطقة 10 كيلوات المربرة إذا كانوا مش قادرين أنه نظم الاحتجاج وهو احتجاج مشروع أن المنطقة ساعة معزولة يعني في منطقة في وحولها حتى شيء حولها حتى شيء محاطة بسياج ومحاطة بخندق من المياه يعني هي دي جاء مأمنة طبيعية كان من السهل جدا وهذا أي أمني يقوله ما يعمل فيش نقاش ما نحاولوش نغطيه عين الشمس بالغربال كان من السهل تأمينها لو تم أخذ الأمر بجدية ربما يكون الأمر سوء تقدير باش ما نكونش يعني سيئ النية سوء تقدير أمني ولكن كان من الممكن تقنيا وأمنيا لو توفرت إرادها ولو توفرت تقدير سليم للموقف لا كان من السهل تأمينها إذن إما أنه فما طراخي أو أنه فما سوء تقدير وفي كلا الحالتين لابد أن نعرف الحقيقة في كل حالة هو الوضع كان وضعا صعبا فمدي معناها ولم يكن يوما سهلا بالنسبة لي معناها قوات الأمنية في محيط الصفار الأمريكية وكان كر وفر ومشي عملية متاع دقائق وكذا هي استمر الوضع معناها لفترة طويلة وبالتالي بوذل الجهود معناها جبارة في هذا الاتجاه وكان ممكن يكون معناها الاحتياطات أكبر كما أذكرت وكان يمكن تكون كذلك الأضرار أكبر لو لا هذه الاحتياطات أحنا ما نحناش بشنبرر معناها قلنا ثم شيئا كمرفوض الاعتداء في حدث المرفوض ومن المفروض أننا أحنا بكلنا مسؤولين على إرساء ثقافة الدولة التونسي حتى في مناخ متوتر حتى في ظروف الأزمات يعبر عن رأيه ويحتج هذا يجزء من الثقافة السياسية التي ينبغي أن تسود داخل المجتمع وقتنا قل اقتعنا نهائيا مع الماضي وأنا من وضعش كل همومي في مشكلة معينة أني عاطر عن العمل أني مهمش أني فقير أني معناها أعاني وكذا لما تجي حادثة لكل حادث حديث هذا الموضوع يتعلق به كذا فقال جوهر على الخطأ عنه وقت فقط حاجة براء الأمن اليوم نحسه أهلا كاتوينسا اللي الأمن مكبل باللعبة السياسية بل لبت هذا يحبي نحسه الأمن جاي في الوسط الأمن بالحق اليوم ولا مسكين الأمن جاي في الوسط بين معارضة وبين ترويكا بانتخابه هذا موش بين معارضة وبين ترويكا ثم معادلة صعبة هي كيف تفرض احترام القانون دون أن تعود إلى أن تطلق العنان للجهة الأمنية في أن تتصرف في الميلاد كما تشاء وكيف نعطي فرصة لمن أراد أن يعبر أن يعبر دون الإنزلاق معناها في الفوضى والإنزلاق في العنف وهذه المعادلة في المطلق سي العاجمي الكلام هذا يصحيح وأنا حتى حد في تونس اليوم يحب يرجع للاستبداد وقمع الحريات وقمع حرية التظاهر وحرية التعبير هي حق أحنا ولو كنا في المعارضة نطالبوا به بتلخيص بتلخيص كبير ياسر نقول أنه بالضبط في الاتجاه اللي قلت وانتي أنه نشعر أنه الأمن اليوم مكبل باللعبة السياسية والأمن اليوم غير قادر أنه يتحرك بشكل حرفي وبشكل جمهوري لأنه اللعبة السياسية غير واضحة أعتقد أنه التشنج السياسي لقاعد وقف البلاد هو السبب أو من الأسباب الحقيقية وراء كل ما يحدث في تونس الشعب التونسي لما يرى النخبة السياسية واذا يتحدثنا فيه بكري في الكواليس لما يرى النخبة السياسية متفق على الأساسيات وماشى في نفس الثنية تحب مصلحة تونس وتحب يعني نمشيوا لشاطئ الأمان مع بعضنا اليد في اليد نخرجوا بالبلاد من المرحلة الانتقالية هذه بشكل يعني سلس وبشكل ديمقراطي وشكل في إطار حوار وطني حقيقي وقت يشوف الناس وقت الشعب التونسي يشوف أن النخبة السياسية بجمع أطيافها من اليمين من اليسار من الوسط من الإسلاميين من غير الإسلاميين إلى آخره متفقين حول الأساسيات أعتقد أنه فما مثلا تهدى في تونس والشعب التونسي يعطي ثقة في النخبة السياسية والأمن يستعيد الثقة في نفسه لأنه يتحرك يتكيه الجانب هذي ما يتحركش يتكيه الجانب هذي بقى نفسه مسكين محصور بين اللعبة باللعبة هذا واللعبة ذاك لابد الآن أنه نقعد على طاولة حوار وطني لابد أنه نتفاهم في الأساسيات عنا مسألة اختيار النظام السياسي لابد أن نتفق فيها عنا مسألة الانتخابات لابد أن نتفق فيها مسألة النظام الانتخابي لابد أن نتفق فيه تحديد موعد للانتخابات لابد أن نتفق فيه لو تحصلوا اتفاقات من نوع هذي في طاولة حوار وطني كبيرة فإنه يعني حدة التوتر السياسي تنفت جوهر سمو إذا هفتت فإنه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لكلها تنفت أعتقد أنه مسئولية النخبة السياسية أنها تمشي جوهر مدينة لنحكموا عليه بالإعدام نهار 22 أكتوبر كيسمع سحبيب اللوس كل ما يخرج يتكلم يقول لك أضربوا كسروا أعجموا أعملوا كيسمع لطفي زيتون بنفس معتنى مشتراها خاطر أذومة من الترويكا لكن الترويكا هي اللي تحكم وأذية أحنا كصحافيين اللي نسمعوا فيهم كل ما يخرج يتكلموا ما نشوفوش اللي اللي لديكلاراسيون قمت عنه خب سياسي قاعد يتشعر في النار مهيش تراييف في العبيد بطبيعة الحال لما واحد يقول لهم نقطع أعضاء الناس بخلاف والآخر يقول لهم سننصب المشانق لكل من يعترض والآخر يقول لهم لو كان ما تفهموناش خليوا ترفف من الحزب ونحكم يرقب في البلاد فإن هذا يسعد الوضع ما حاشناش بلغة التصعيد حاشنا بلغة أخرى تتماشى مع خوف التوانسة على بلادهم فما أحساس كبير عند التوانسة اليوم خايفين على بلادهم والنخبة السياسية زي ما تكون في المستوى سلعجمي شنين يا رايك أنت من اللذي تلارى صورة يعني اللي ذكرته أنت ونسبته 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 قالوا الفيديو موجودين وصورينه مجدقيق يعني اللي قلت أنت مثلا عشيخ الحيب لوز وغير دقيق قال لازم نغرم الإعلام بيت من حديث 3 مرات وين يخش في 1 ساعة لازم نغرم الإعلام أنت قلت أكثر منك اللي قلت أنت غير دقيق لكن بقت نظر على كل شيء الاستقطاب في البلاد التجاذبات ليست في مصلحة المسار أحنا في حاجة صح إلى توافق حول مشروع وطني مستقبلي توافق حول النظام السياسي توافق حول دستور لتونس وليس لا للنهضة ولا للترايك ويخدم الشعب التونس وكلها وأيضا معناه ضرورة وضع أسس الإصلاح والانتقال سمحني ساعاج ما ذلك يقولون فيه السياسيين الكل وحتى واحد لا من الترويكة لا من المعارضة عمل الخطوة الأولى لطويلة الحوار نحسوا الناس كل شعل في النار من قياه تم خطوات مقتوعة حتى الحكومة تعمل في دعوات حتى الحكومة تعمل في دعوات لطويلة الحوار حتى لا نقبلها لأنه شكون ماسك بزمام الأمور هي الترويكة والترويكة هي إذا كان قبلة الحوار هي تنظم طويلة الحوار المجلس الكلسيسي ينظم طويلة الحوار ملتزم بيه نحن دعاة الحوار وطربين اتهت لأنه اليوم الوضع في تونس ما عادش يتحمل التصعيد هذه مسؤولية نرى وهو سعيد هذه أزمة ظرفية ولكن ما يتعلق بالأفق السياسي في حد ذاته هناك مبادرات موجودة طرحت ومبادرات قادمة في تقديري من هذا الطرف أو ذات وكلها ستوضع وستتفاعل مع بعضها وسيكون هناك توافق حول معناها المرحلة القادمة بخرط طريق واضحة وأجندة واضحة يكون معناها هناك أطمئناً إليها وموافق عليها من الرأي العام الذي يطلب الوضوح ومن حقه أن يطلب الوضوح تعرف لي بالنسبة الرأي العام ما يحبش غموذ فيما يتعلق بالمستقل فمبني معناها يحب يطمئن على المستقل وهذا مسعى لدى الحكومة ولدى الترويكا ولدى المعارضة أيضاً معناها كل المبادرات التي تحب الآن تدعو إلى دورة أن نتفق حول الفترة القادمة في إطار الشرعية وليس خارج الشرعية وفي إطار العمل على تحقيق هدف الثورة وإنجاح المسار لأن فشل هذا المسار لقدر له سيكون الضرر فيه ليس على من هو الآن في سيكون الضرر على البلاد بكاميليا وعلى التوانسة بكاميليا وأنا متفائل وعندي ثيقة فالتي معناها التوانسة هناك دائماً وأبداً يرجح عندهم إن شاء الله معناها المصلحة ويحددون الوجهة والمهم أن نخب وثم مشكلة شوية فلنخب معناها أن نخب ما تغذيش التجاذبات والاستقطاب وتقسيم التوانسة لأنه ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وهذه الأشياء كلها هي تدفعنا إلى أن فعلاً نتنبه إلى المخاطر مخاطر داخلية أو مخاطر خارجية ويمغى أن نجعل من هذه العقبات حافظ للموضي إلى الأمام وليس عامل معناها للإحباط أو للتشكيك أو للحديث معناها لأنه خطاب التشكيك حتى وإن أراد أن يهيئ ربما لبداء الأخرى نقول أن أي بديل غير ديمقراطي أي بديل ينقلب على إرادة الشعب وعلى معناها خيار الشعب لا يمكن أن يكون إلا عودة إلى الوراء بس نستغل وجودكم 23 أكتوبر وحكاية الشرعية هل تنتهي الشرعية متاع المجلس التأسيسي والحكومة نهار 23 أكتوبر بإيجاز العجل في كليمة واحدة هو اللي أطلق هذه معنا نبدل أن نسميها هذه الفكرة تبدي هو نفسه قال لا أقصد بأن الشرعية القانونية ستنتهي يوم 23 أكتوبر قال هناك التزام أدبي بين أحزاب وطنية بين معنا وإذا وصلنا 23 أكتوبر ومعنا أمامنا دستور سنجد أنفسنا نساهل أنفسنا أحنا التزامنا بهذا ماذا يكون عجمي طويلت شوي حكيت كتبت دستور طويلت برشا برشا أنا أقول موضوع ما طولت أنا أحزاب رجل القانون ويعلم بأن ليس بالإمكان رغم ما بوذل من جهود أن يكون معناها في هذا التاريخ الدستور جاهز وجاهز للتطبيق معناها في المرحل القادم الدستور لن يكون جاهز بإجازة جاهزة بإجازة كلمة فقط جملة بالنسبة للمسألة الشرعية يوم 23 أكتوبر سيتغير شيء في المشهد باعتبار أنه فم عقد انتخابي نحكيوش على مسألة سيادة المجلس تأسيسي ما عناش فيها نقاش المجلس تأسيسي سيد نفسه سلطة تأسيسية أصلية إلا أنه فم عقد انتخابي أبرم يوم 23 أكتوبر 2011 بين الشعب التونسي ونوابه مش بين فواد المبزع والنواب بين الشعب التونسي والنواب على أساس أنه مدة عمل المجلس تأسيسي هي سنة ولكن سنة سأتضحها بالمكشوف أنها غير كافية ما يجب تغييره أعتقد هو منهجية إدارة المرحلة الانتقالية بعد 23 أكتوبر على أساس تطعيم الشرعية الانتخابية من باب المسؤولية ومن باب الخطاب المسؤول وليس من باب الخطاب القانوني نقول أنها موجودة ويبقى المجلس التأسيسي لأنه مهمته لم تكتمل بعد ولكن لا بد من تغيير منهجية إدارة المرحلة الانتقالية والذهاب إلى تطعيم المشروعية الانتخابية بمشروعية توافقية تهدئ الوضع في البلاد وتخاطب التونسيين بلغة تطمنهم على مستقبل تونس على مستقبل الدستور على مستقبل بلادهم على مستقبل أمنهم وهذا ما يتم إلا لما يلتأم الجميع حول طاولة لا تنتزاع الشرعية وتطمئنك على هذا ولكن تفتح أفق جديدة وأسلوب جديد ومنهجية جديدة تطمن على بلادنا وتطمنكم على بلادنا الكلمة بسيطة سأخبر في الحصة معناها هذه الشرعية هي شرعية كاملة وليست شرعية منقوصة حتى نهار 23 أكتوبر والمعارضة هي جزء من هذه الشرعية وليست خارج هذه الشرعية وإلا طوال نهار 23 أكتوبر نواب المعارضة كل أحد يقول أنا لم أعد شرعيين وسأعود إلى لا أتصور أحدهم بشيقول لنا بش نغادر المجلس ونرجع على الداية حتى أنا بدي لأتصور وبالتالي فهذه الشرعية هي شرعية منقوصة والوفاق هو خيار هو خيار ونابع من رؤيتنا السياسية ونابع من حاجات بلادنا ومن مصلحة بلادنا ولكن معناها ربما الذين ظلوا بعيدين عن المسار أو تعاملوا معه تعاملا سلبيا أنا الأوان أن يكونوا قريبين وأن يتعاطوا معه تعاطيا إيجابيا وأن يقبلوا بالمشاركة في تقديري معناها بكل مقتضيات باعتبارا هناك شراكة من أجل المستقبل وهذه الشراكة تقتضي التشاور الحقيقي وتقتضي التوافق الحقيقي وتقتضي معناها الاتفاق معناها على المرحلة بطفاصيل ونبعدوا ونبعدوا على الأمور حزمية ونخموا في مستقبل طولس ككل سعيد بالكلام هدايا سعيد بالكلام هدايا وخاصة أنه أعتقد سواء في المعارضة أو في الترويكا وصلنا إلى القناعة أنه بدون هاتوافق البلاد ما تنجم شيء تقدر وأنه عقلية المحاصة اللي بدأت بها عملية الانتقال الديمقراطي الثانية المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي وصلت إلى حدودها وأنه لابد من تغيير المنهجية والدخول أعتقد في مرحلة انتقالية ثالثة بمنطق جديد قائمة على الشرعية الانتخابية وشرعية الاتفاقية من بين المسؤولين عن ذلك الذين رفضوا المشاركة ورفضوا أن يكون ضمن معادث الحكم المشاركة في الحكومة نعاوضوا نعاوضوا نحكيو على حقائية خطبوا حق على وقت نشكركم على تلبيتكم للدعوة وإن شاء الله ذيكا حد البس إن شاء الله نعطي المثل لشعبنا بقدر ما نحن نحكيو أصدقاء ونجمو حوار ونجمو نقود وفرطان ونحكيو ورؤية مختلفة جوزة من الاحتقان رؤية مختلفة ونحكيو ونقاو المظهر الذي ظهرت به المجل التأسيسي في بعض الفترات ومظهر الذي ظهرت به النخبة المعنى السياسية في بعض الفترات نحكيو المجل التأسيسي سعجبي كلمة كلمة صغيرة على النجمة السوداسية في العالمة التونسي في المجلس خطأ لا يجب التوقف عندها خطأ لا يجب التوقف عندها نحب نشكر ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم سي جوهر بن مبارك المنصق العام لشبكة دستورنا وهو معارض وسي عجمي لوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم حابنا نختار ضيوف السياسيين مية في المية بش كانت الحسة معاهم متاعنا وتويك بتحقت بين لطيفة لطيفي وحضرتنا روبرتاج على الجردان دونفان ولكريش بعد العطلة الصيفية نشوفوه مع بعضنا بعد نرجع تعليق لطيفة